السلام عليكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام وأنتم بخير هذه الكلمة بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1444 من مظاهر العيد أنه نظهر الفرحة والسرور وده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكلمتي في هذا المقرى موجهة لكل من فقد حبيب أو فقد حد من أحبابه أو من أقاربه تكون في فترة أريبة من عيد أنا بوجهه لرسالة إنك ما تكونش زعلان وإنك ما تكونش منزعج وإنك تبع عارف إنه هو ده أمر الله سبحانه وتعالى كلنا سنذوق هذا الموت والله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن الدار وأوضي خلال جنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فأنا بفكرك إن الدنيا ضار اختبار وإنك ما تخليش زعلك وحزنك على حبيبك اللي راح مهما كان برية حبك لي إنها تأثر عليك في فترة العيد حاول بقدر مستطاعك إنك تظهر الفرحة والبهجة على أهل بيتك وعلى الناس اللي حولك وبفكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك حاول إنك توسع على أهل بيتك في هذا اليوم بقدر مستطاع حاول إنك تكرمهم وتوسع عليهم. بلاش حزنك يأثر عليك انك تضيع عليهم فرحة العيد. هم طبعا اكيد كلهم حزانة. واكيد كلهم متضايقين ان فقدوا حبيب لهم. ولكن انت المفروض تكون انت القوي انت السابق. المفروض يعني تكون مستعين بالله ومستقوي بالله سبحانه وتعالى على احزان الدنيا وبلاءة الدنيا. وانك تكون محتسب اجرك على الله سبحانه وتعالى. وان انت تكون انت السند وانت السبب اللي انت بتدفعهم ان هم يتحملوا هذه المشقة بشقة الم الفراء. وانك تكون انت السبب في انك تدخل عليهم هذه البهجة والسرور في هذه الايام الطيبة المبارك. انا احبب بس اواجه كلمت دي لأي حد يكون فقط حبيب او يكون فقط حد في فترة قريبة. برضو بالمناسبة انا اطلب منكم الدعاء لابي. انا ابي توفاه الله يوم عشر رمضان. صلى الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر له وان يرحمه وان يعفو عنه رب. انت تعلم ما هو الاب يعني في حياة الانسان. الحمد لله لكل حال يعني الالم بيبقى الفراق بيبقى صعب وبيبقى يواجع كبير في القلب. ولكن يعني لا نقول الا ما يرضي ربنا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابي لمحزونون. فعلى الرغم من هذا احبت ان انا اذكر ان الانسان ما يستسلمش للحزن. وما يستسلمش لألم الفراء. وانه ما ينساش ان يكون متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لقدر استطاعته. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ازهار البهجة والسرور في فترة العيد. فبلاش تبخل على الاهل بيتك انك تكون انت السبب اللي يدفعهم لهذا الامر. انك تكون انت بتفرحهم. حتى لو كانوا هما من جواهم بيتألموا. بس ازهارك لشيء من الفرحة والبهجة ده ممكن يهون عليهم شيء من الامر. وانك تدفعهم ان هما يكونوا فرحانين معاك باي مظهر من مظهر البهجة ده شيء طيب. اسأل الله ان يرحم ابي وان يقفر له وان يجعلهم من اهل الفردوس الاعلى مغير عذاب ولا مناقشة حساب. وان يرحم موتانا وميت المسلمين. وان اسألكم انك تدعول يعني بالرحمة وبالمغفر اسألكم الدعاء. وارغو ان يكون هذا الفيديو نافع لأي حد يشوف ان شاء الله. دمتم طيبين وكل عام وانتم بخير. واسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمل ايامنا بالطعاة وان يعيد علينا كل الفرحة وكل البهجة وان يعيد علينا رمضان اعواما عديدة. وان يمتعنا بالنظر الى وجه الكريم ان شاء الله تعالى. وان يجعلنا متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.